أهلا بكم أعزائنا هذا الدرس الثاني من مادة العلوم للصف الأول الفصول الأربعة كم فصل عننا يا شهم نحن أربعة أربعة فصول طيب احكي لي ياهم زي ما انت شايفهم بالصور اللي قدامنا أول واحد أه شايف الثلج اللي قدامنا آها يعني هذا الفصل فصل الشتاء الشتاء أحسنت طيب وين فصل الربيع الربيع دا آه آه هذا فصل الربيع طبعا فيه تتفتح الأزهار وتطلع العشاب كتير حلو بعد الشتاء دائما عندنا ربيع طيب بعدين برين في عندنا صيف وفي عندنا خريف هاي شو؟ صيف هاي الصيف وهاي شو؟ هاي هاي الخريف هاي الخريف اذا كم فصل لدينا نحنا؟ هاي اربعة اربعة فصول يا صف اول اربعة فصول بالسنة فقط شتاء ربيع سيف وخريف كل فصل يختلف فيه أجواءه عن الفصل الذي يليه يعني معروف فصل الخريف شو بصير فيه؟ الفصل الخريف كل كل الأوراق كم قول الشجر كم يبقى يتساقط الأوراق ممتاز طيب خلينا نتفرج أنا وياك هون على هذا الفصل الحلو كتير اللي لعبنا فيه بالتلج وانبسطنا وكيفنا طيب شو اسمه هذا الفصل قولنا؟ شتاء اذا فصل الشتاء هو فصل حامي صح؟ حامي؟ لا فصل الشتاء بارد فيه أحيانا تتساقط الثلوج وتظهر الشمس لساعات قليلة الحيوانات بتحمي نفسها إما بالاختباء في مساكنها أو في النوم طيلة الفصل طيب شو الحيوان اللي شايفه بالصورة؟ شايفه قط الدب الدب القطبي طيب هذا الدب القطبي أعطاه إيش اللي بيحميه؟ شعر فرو آه بس انت بس يعني إحنا نشوفه وننشوه شعره كثير غميك نعم إذا هذا فصل الشتاء معظم النباتات كمان بتكون فيه بلا أوراق شايف هون في أوراق انت هون على الشجر؟ نعم لا هاي الأوراق أحيانا حتى لو فيه شوية أوراق بيكون متشكل عليها السقيع أو التجمد بتكون متجمدة أو بيكون عليها ثلوج عرفت كيف؟ عشان هيك أغلب الأشجار ما بيكونش فيها أوراق طيب هلا إحنا حكيانا هون إنه الحيوانات كيف بتحمي حالها؟ نعم شعر آه يعني يا بتختبئ بمساكن عشان دير بالها من البرد كثير بتكون الدنيا برد تمام؟ أو بتنام طيلة الفصل كامل طيلة فصل الشتاء طيب نلتقل معاك للفصل اللي بعديه هذا الفصل اسمه فصل الربيع شو اسمه؟ الربيع شو رأيك يا شام هل بتحب فصل الربيع؟ آه طيب بقول لك بيكون الجو كتير لطيف مش حامي حامي كتير زي الصيف ولا بيكون بارد كتير كتير زي الشتاء نص نص آيوة بيكون نص نص هون شو شايفين بالصورة؟ هون شايفين بالصورة خاروف خاروف آها عم بيرضع ولا دوسع؟ الماعز شايف كيف؟ عم بيرضع من أمه طيب نقارب بين حالة الجو بين فصلية الشتاء والربيع شو رأيك؟ شوف مع أحلى الأشجار والورود والعشاب الحلوة هاي كلها بتطلع بفصل الربيع طيب جو الشتاء شو حكينا عنه بارد كتير صح؟ الشتاء كتير بارد صح؟ كتير بارد نعم أما الربيع بيكون معتدل لطيف طيب نيجي الآن للصيف شو رأيك بالصيف؟ حريقة نعم بيجي السيف بعد الربيع وهو أشد الفصول حرارة يعني كتير حرارته عالية حيث تظهر الشمس لساعات طويلة ليش بيكون حامي كتير لأن الشمس أصلا بتكون بتطول وهي موجودة بالنهار عرفت مش زي الشتاء شوي صغيرة بتحس إنه النهار خلص بسرعة لأن الشمس بتطلع لفترة صغيرة مش زي السيف السيف بتطول فيه شو شايفين هون؟ شو هاد الحيوان اسمه؟ سنجاب شو عمبوكل؟ عمبوكل من النباتات صح؟ البندق؟ أو الفواكه، عمبوكل فواكه طيب إذن تنمو النباتات وتنمو صغار الحيوانات في فصل الصيف طيب شو معنى صيف بالإنجليزي؟ صيف سمر سمر أحسنت طيب وشو معنى كلمة ربيع بالإنجليزي؟ شو معنى ربيع؟ معناها؟ سبرينج شو معنى شتاء؟ وينتر وينتر أحسنت طيب ننتقل الآن معاكم لا الفصل الأخير اللي هو فصل الخريف خريف النمل بظلها تجمع أكل بالصيف تنو بشيت بظلها كاعدة يشرعها يجر توكل كل الأكل طيب طلع لي على الصورة هاي شوف كيف كل الأوراق الأشجار عم تتساقط طلع كيف الأرض مليانة أوراق شايف كيف الأرض؟ نقرر بصورة كلياتها الأوراق تسقط على الأرض تمام؟ الخريف دائما بيجي بعد الصيف تمام؟ يكون الجو فيه برضو معتدل زي زي الربيع لكن ساعات النهار ما بتقل يعني نفس ساعات النهار تاعت الصيف عشان هيك منحس مرات أنه ما فيش فرق بين الخريف وبين الصيف تمام؟ طيب وهون شو شايفين؟ شايفين طيور صح؟ شوف ما يحلاهم ما أكترهم ممكن الطيور تهاجر من منطقة إلى أخرى بحثا عن الطعام وبحثا عن الدف صح؟ ام طيب نيجي الآن للفكرة الرئيسية اللي حكيناها اللي هي الفصول الأربعة اللي تعرفناهم تمام؟ ام إذن احكيلي شو الفصول الأربعة كاملين؟ يالا الفصول الأربعة اول الصيف اهام شتا اهام خريف اهام والره والربيع والربيع طيب والخريف معناها بالانجليزي autumn طيب هلأ وصل لي يا شهم احكيلي وين الخريف بالصورة؟ وين الخريف يا شهم؟ الخريف ايوه احسنت يالا وصل خريف خريف تكون معظم الأوراق تسقط على الأرض طيب فصل الربيع هاي احسنت احسنت اه هذا الربيع لأنه هون مركزين على صورة الورودة اللي عم تطلع ممتاز الصيف ايوه احسنت والشتاء ممتاز طيب بين ألوان او نقارن ما بين اللون الأشجار في فصل الربيع وفصل الخريف شو رأيك؟ هلا اريد ارجع مرة تانية على الصور هذا الفصل حكينا الصيف تمام؟ نقارن ما بين احنا نحكي عن الخريف ونحكي عن الربيع شو شايف الفرق بين الألوان الأشجار الأوراق؟ كيف بيكون الوراق اللونه؟ بالخريف اه بيكون لونه تقريبا أحمر صح؟ عرفت كيف تكون ناشفة فبتيجوا بتسقط على الأرض أما بالربيع بتكون لساتها طالع بتكون فرش ولونها أخضر ويانع وجميلة عرفت كيف؟ هذا الفرق بين ألوان الأشجار وأوراق الشجر ما بين الربيع وما بين الخريف تمام؟ اه هكا هاك بنكون أنهينا نحنا درس الفصول الأربعة نراكم في درس جديد نحكي فيه عن الصخور في حياتنا باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة